انت شمع ابوة تزعيت انت ما عندك رشية دعوك افقاد يلا يلا ما زالي قولكم عندي وحقاد وانت شمع ابوة الله العظيم تندعني يوم الله ان شاء الله يموت ابوية اذا عندي شيه قولوا حق الخمزة ما زلعت وحق الخمزة ما عندي وكرشي وحق الغمزة وحق القرآن وحق الأنبياء واصل كل شيه وانت شمع ابوة أبا والله ما عليك ضد إيد والله عمى وحد الله جاربو يربجوه يا ربي جاربو يربط والله دجي ما اسوه klein يعني انت من تجل تعطي هوا نات انت؟ لا والله أنا لجي لا أنعرض الله ولد والله إليك أجهت ليه جميل بار حالي يامسوكك ايه والله عمى يا الله عمى هاه هادي عنده شي هذا هذا عنده شي ببين هاد هو وهذا قلل يerezیم انت سياه احمد الشرطي منو ؟ انت ابو او شاوب والله ياون شاي والسيد يكون شو ما أسوي والله قول جماعي والله قول جماعي والسيد السيد يعني ما يفيد بيك كهرب يعني ما يفيد بيك كهرب انتش كم عبو ازارة هذا الكلام اللي يقال الى طفل بعد ما وصل العشر سنوات هذا الكلام الذي يقال من أصحاب البذلة العسكرية المقدسة اللي المفروض يكون واجبها هو حماية ثروة العراق عنوان حلقتنا اليوم الثروة والثروة عندنا نريد نتحدث عليها ونتكلم فالبداية من الصفر البداية من الأساس البداية من البذرة من اللبنة الأساس لبناء المجتمع الأطفال أنا لما أكون ما محافظ على الطفل وما زارع بي روح المحبة والموطنية والأخوة وكل الأمور اللي المفروض أنه هو يتمسك بوطن عن طريقها فأني فشلت في بناء مستقبل جيل بأكمله لما يكون شخص عسكري واجبه وحماية الأرض وحماية العرض وحماية الأطفال وزرع المحبة في نفوسهم وكل أطياف ومكونات المجتمع فشل هو في هذا الشيء فالمفروض أنه ينزع هذه البذلة العسكرية لأنه كوغيرا أولى بها اليوم أحنا لما تظهر عندنا هيتشو مقاطع هذا المقطع هو في قضاء البعاج في مدينة الموصل مركز محافظة نينوا لما يكون الأطفال يتعرضون إلى هذا الكم من التخويف والترهيب فأنت مثال على الإرهاب أنا أقصد بي الشخص اللي لازم عوده والشخص اللي لازم صاعقة كهربائية ينتل بيها الأطفال والآخر اللي لازم إسلاحه وموجهه على الأطفال وقاعد ينصب عليهم وقاعد يضحك كنت الشاقة ولو هي هذه الحجة اللي محضريها دائما كل ما يظهر مقطع يقولك والله إحنا كنا نشاقة كنا نمزح ويا الشعب ليش هو الشقة يجي بالإسلاح الشقة يجي بالترهيب الشقة يجي بالتخويف لما يكونون أطفال يتعاملون بهذه الطريقة فكيف أنت راح توصل فكرة أو راح توصل صورة إيجابية لهذا الطفل وتبين مدى حبه للوطن أو مدى اعتزازك به ومدى محافظتك عليه فأنت فاشل بهذه النقطة نتمنى أنه إحنا نزرع يعني نبتعد عن زرع الحقد والفتنة والطائفية في نفوس الشعب ونزرع المحبة والأخوة والمواطنة في نفوس الناس والبداية من الثروة أتحدث عن الأطفال لأن أطفالنا وشبابنا هم ثروتنا الحالية والمستقبلية أنت إذا تريد تبني مجتمع فانتبه على أطفالك يبنيهم بناء صحيح علمهم تعليم صحيح راح يكون عندك يعني أساس مجتمعي قوي ما مؤسس على جروف النهار ما مؤسس على شفا حفرة من الانهيار وجوهم ظهرت بالفيديو نتمنى من السادة المسؤولين والقادة الأمنين أنه يحاسبون هؤلاء العناصر لكل ما نتحدث عن عنصر يقول لك والله هذا عنصر مندس هذا عنصر ما يفقه شيء من عملية المحافظة على ثروة البلاد الحقيقية اللي هم المواطنين اللي هم أبناء الشعب لما أنت تعامل طفل بهذه الطريقة فكيف راح تعامل الكبير كيف راح تعامل الشاب اللي هو فعلا قادر قد يكون قادر على حمل السلاح لكن أنت تجد على طفل عمره ما وصل السبع سنوات وجوز ما داخل أصلا مدرسة وما يعرف هذا الصح وهذا غلط وتجي تقول لك هم عب وزارع وتجي تخليه يتجاوز على أبوه يدعي على أبوه وإن شاء الله يموت أبوه يوم من هذه الأمور فكيف أنت راح تنجح في تأمين الشعب كيف أنت راح تنجح في حفاظ في حفاظك على تراب هذا الوطن وهذا البلد كيف راح تحافظ على دماء زملائك اللي يضحوا بأرواحهم وبعوائلهم وبأرزاق عوائلهم من أجل أنه أنت حضرتك تبقى عايش لأجل هؤلاء الأطفال اللي هم مستقبل هذا البلد